السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم السلع والمؤشرات ليوم الثلاثاء الموافق العشرون من أكتوبر من العام 2020 إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدأ فقرة التحليل الفني أتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ أخواني العزاء أهمية بالغة لهذا المؤشر حيث أنه يعتبر المتحكم بأغلب أزواج العملات الرئيسية وأيضا المتحكم بأهم السلع كالذهب إذن أخواني العزاء نلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي قد بدأ بالهبوط وقد وصل بالقرب من خط الاتجاه الصاعد ويقترب من منطقة الدعم المحورية الماثلة عند مستويات 93 ولكن سرعان ما بدأ بالارتفاع وحاليا يتداول بالقرب من المتوسط المتحرك ويحاول الثبات أعلى مستويات 93 ويحاول الثبات أعلى مستويات 93.40 إذن أخواني العزاء هذه المنطقة قوية جدا حيث أنها عبارة عن منطقة الدعم ثبات الأسعار أعلى 93.40 قد تمكن السعر من الانطلاق مجددا ومحاولة عودة الدولار الأمريكي إلى مناطق الأمل مجددا ومحاولة استعادة قوة الدولار وفي حال ثبت أعلى هذا الدعم وبدأ بالارتداد ونجح باختراق المتوسط المتحرك قد نشاهد العودة مجددا إلى مستوى 93.79 وعلى إثر هذا الصعود سوف نشاهد تأثر سلبي لملك الملاذات العامن الذهب وقد نشاهد انتعاش للدولار الأمريكي أمام العملات المختلفة إذن أخواني العزاء يجب التنويه والتحذير أنه اليوم قد نشهد بعض من التذبذبات وبعض من الحركات غير المتوقعة في أسواق المال وذلك مع اقتراب انتهاء موعد الحزمة التحفيزية الذي حددته رئيسة مجلس النواب الأمريكي السيدة نانسي حيث أنها تنتهي المهلة الذي وضعتها في مساء اليوم الثلاثاء ومن الممكن أن يتم إقرار الحزمة أو يتم الخلاف واحتدام الخلاف حول مبلغ الحزمة مجددا ما بين الديمقراطيين والجمهوريين ففي حال هذه الاحتمالات حدثت سوف نشاهد بعض من التذبذبات وارتباء فوارق الأسعار المسمى بالسبريد وقد نشاهد قفزات مجنونة في مؤشر الدولار وأزواج العملات المختلفة والذهب أيضا فيجب التداول اليوم بحذر والالتزام بوقف الخسائر إذن أخواني العزاء هذا هو السيناريو المتوقع وننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أخواني العزاء أن الذهب لا يزال يقاتل ويستميت من أجل العودة أعلى 1900 وفي حال نجح بالعودة أعلى 1900 لا يزال يتمسك بالأمل مجددا ومثلما تحدثنا نجاح التداولات أعلى 1900 تمد السعر بالدافع الإيجابي الذي قد يصل به إلى محاولات العودة إلى مستويات 1920 مجددا إذن أخواني العزاء مثلما تحدثنا ثبات الأسعار أعلى 1900 تمد السعر بدافع إيجابي قد يصل به إلى مستويات 1920 أما كسر مستوى 1900 والثبات أسفلها والتداول أسفل 1900 دولار للأنصة الواحدة قد تعيد ملك الملاذات الآمنة إلى الهبوط مجددا ومحاولة العودة إلى أسفل الخط الاتجاه الهابط والعودة إلى مستويات 1875 مجددا إذن أخواني العزاء حاليا وفنيا يعتبر الذهب يسير في نطاق عرضي وفي مسار محصور حاليا نتوقع بثبات الأسعار أعلى 1900 استئناف الصعود مجددا واستهداف مستويات 1920 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء نراقب مستوى 1900 على فريم الأربع ساعات في حال تمكنت الأسعار من اختراق المتوسط المتحرك وتكوين أكثر من شمعة صاعدة متتالية أعلى هذا المتوسط نتوقع استئناف الصعود مجددا واستهداف 1920 أما في حال فشل الحفاظ على التداول أعلى 1900 وتكوين أعلى أكثر من شمعة هابطة متتالية أسفل 1900 على نطاق الأربع ساعات قد نشاهد استئناف الهبوط والعودة إلى 1875 وسوف نتابع معكم أولا بأول بإذن الله كل ما يخص الذهب من خلال الموقع الألكتروني الخاص به أو من خلال التواصل الاجتماعي كالتليجرام وقروبات الواتساب إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام لا يزال يتداول في ذات النطاق بثبات التداولات وأعلى المتوسط المتحرك وأعلى مستوى الدعم الماثل عند 40.50 ومثلما تحدثنا سابقا ثبات التداولات أعلى 40.50 تمد السعر بالدوافع الإيجابية وتعطي السعر نوع من الحوافز لاستئناف الصعود وبدء التعافي واستهداف مستويات 42 دولار للبرميل و43 دولار ونصف خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء شرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المذكورة هو ثبات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك الذي يلتحم مع الدعم الماثل عند مستوى 40 دولار ونصف إذن ننتقل أخواني العزاء إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة لا يتزال تتداول في ذات المنطقة أسفل مستوى البايفت ونقطة المحور الماثلة عند 24.720 والثبات أعلاها بأكثر من شمعة متتالية أعلى هذا المستوى صاعدة فمن الممكن أن نتوقع أن الفضة سوف تحقق بعض المكاسب لتصل إلى مستويات الـ 26 أما في حال أن الأسعار فشلت في الاختراق لمستوى البايفت الماثل عند 24.720 قد نشاهد عودة الهبوط مجددا واستهداف مستويات 23 وأيضا 23 ونصف خلال التداولات القادمة إذن نتابع مستوى 24.720 على النطاق الأربع ساعات من أجل أن نحدد المسار القادم للفضة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ونلاحظ هبوط مؤشر الداو جونز مع اقتراب موعد إقرار الحزمة والتحفيزية للاقتصاد الأمريكي ونلاحظ أيضا منطقة 28300 أنها منطقة صعبة وليس بالسهلة بمجرد تمكن السعر من اختراقها قد عاود إليها سعر أكثر من مرة ليعيد اختبار اختراق هذا المستوى ومثل ما تحدثنا سابقا هذا المستوى محوري ونلاحظ التداولات العرضية حول مستوى 28300 في حال تمكنت الأسعار من تأكيد كسر 28300 والثبات أسفلها بأكثر من شمعة هابطة والعودة أسفل شمعة الكسر أو ذيل الشمعة من الممكن أن نلاحظ عودة الهبوط لمؤشر الداويونز واستهداف مستويات 27750 مجددا أما العودة أعلى مستوى 28300 والارتداد منها بتكوين أكثر من شمعتين متتاليتين صاعدة على نطاق الأربع ساعات تتركز أو تتكون أعلى مستوى 28300 قد تعيد الأسعار إلى مستويات 28800 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء يجب الحذر في التداولات للبيانات الأمريكية القوية التي سوف تصدر اليوم وأيضا لتداول مؤشر الداويونز حول منطقة الدعم الخطيرة والمحورية الماثلة عند مستوى 28300 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر Standard & Poor's 500 والذي يعبر عن أداء 500 شركة في السوق الأمريكي ونلاحظ أيضا أنه بدأ فيه الهبوط متأثرا بمؤشر الداويونز ففي ثبات الأسعار أسفل مستوى 3440 إذا استقرت الأسعار أسفل هذا المستوى قد نشاهد استمرار التصحيح واستمرار الهبوط إلى مستويات 3360 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ثبات الأسعار أسفل 3440 قد تمد بمؤشر ستاندرد أند بوز استمرار الهبوط إلى مستوى 3360 أما العودة أعلى مستوى 3440 وانسحاب الشموع وافتتاح شمعاء صاعدة وتمكن السعر من الحفاظ على التداولات أعلى ل3440 فسوف نتمكن من القول أنه انتهت الموجة التصحيحية الهابطة ونتوقع استيناف الصعود إلى استهداف 3520 مجددا إذن ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني الصناعي نلاحظ أن الأسعار بدأت بالارتداد بعد أن افتتحت بفجوة هابطة بدأت بالارتداد وتناجحت بإغلاق الفجوة السعرية التي تكونت ومن ثم بدأت بالهبوط وحاليا مثل ما تحدثنا ثبات الأسعار أسفل مستوى 12926 يمد السعر باستيناف السلبية والهبوط إلى مستويات 12698 كهدف أولي ومن الممكن أن نشاهد أيضا الأسعار تهبط إلى مستويات 12600 ولكن يقف أمام السعر عائق واحد وهو المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وفي حال تمكن السعر من تجاوزه وكسره فسوف نشاهد هبوط يصل إلى مستويات 12600 ويلغى السيناريو الهابط في حال تمكنت الأسعار من العودة أعلى مستوى 12926 والواضح أمامكم بالخط الأسود المتقطع حيث أنه يعبر عن منطقة مقاومة متحركة ومنطقة محورية عودة الأسعار أعلى تفشل السيناريو الهابط وتلغي السيناريو الهابط وتستهدف الميل الصاعد الذي قد تصل أهدافه إلى مستويات 13150 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزائل إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم السلع والمؤشرات أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم وضع تعليق وسوف أقوم عليه بالرد فأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله